تعالوا بقى نختصر الموضوع لكله فيديو قصير عن مارسيل كولر من وجهة نظره هو في كرة القدم مدرب قدم نفسه بكرة قدم جيدة جدا في كولن وصنع واسمه ابتدى من هنا يبرز النجاح الاكبر ليه كان في النمسا لما نقل الفريق للمراكز العشرة الاوائل في الرانكينج بتاع الاتحاد الدولي لكرة القدم الراجل ده بعد كده راح بازل وما كانتش قصة نجاحه كبيرة وبعد كده غياب عن عالم التدريب لمدة سنتين بعد النهاية في رحلته مع بازل بسبب اصابة حصلت له على العجلة بتاعته لو انا فاكر صح يعني القصة اللي انا كنت قاريتها ان هو كان بيركب عجلة في واحدة من الحضائق يعني في بلده وحصلت له اصابة قوية في القدم بعدته عن او اجبرته ودخلته في سكة علاج وعمليات جراحية وبتاع فهو فضل ان هو ياخد فترة من الراحة في تلك الفترة حتى عاد الى الاحلي دي رحلته على مستوى تقييمي للرحلة في كولون قدر يعمل نتايج كويسة في المتشاط الكبيرة فدي ميزة لكن بشكل عام رحلته كان بيتسم بانه شخصية هادئة جدا في كولون وبالتالي هي دي النقطة اللي كانوا بيعتبروا ان هي قدت الى عدم حكمه للقائمة لاحقا في بازل الراجل بيقول ان انا مكسبتش الدوري لان اغلب الجيل الزهبي لبازل او الجيل اللي كان مؤخرا ناجح في بازل كان انتهى عصره ويونج بويس كانت خلاص هو اللي سيطر على الدوري السويسري في تلك الفترة والنادي لم يساهم بقل ساعد بالعكس على رحيل عدد من اللاعبين فده اللي خلاها ما يقدرش من وجهة نظره يكسب الدوري السويسري لكن كسب الكاس السويسري في النمسا وكان مميز جدا في الرحلة دي في التطوير اللاعبين في اختيار اللاعبين وتوظيفهم في المباريات الكبرى في تعليم لعبة الضغط والاعتماد على الكرات الطولية والاعتماد على الساكن بول واحدة من الاوراق اللي كانت نازلة في انتروفيو كبير لي عن كيف اطور الكرة النمساوية لو ممكن نعرف بالصورة ديو برسمة ايده هو ازاي كان بيشتغل مع اللاعبين على السابورة على الساكن بول فدي الجزء بتاع رحلته ايجابا وسلبا في كل مكان من الاماكن الكبرى اللي رح على مستوى التقييمات اللي ممكن تلاقوها في الحاجات بتاعت فوتبول مانجر رانكينج الداتا بايز بتاعت المدربين اللي على فكرة بتستخدم بعد كده في العاب على الكمبيوتر بس هي في الاصل هي مكان بيعتمد على سكاوتنج بيعتمد على ناس بتاعت سكاوتنج على كشفيين وعلى ادارات كرة قدم بتملاه فهو رجل مميز اسف دفاعيا مميز في التواصل مع اللاعبين رجل لرجل مميز في العمل البدني مميز في العمل التكتيكي واقل تمييزا في الشق الهجومي على مستوى التحليل لما اتفرجنا على مبارياته وقراءة اللي هو بيقوله بيفضل 4-2-3-1 اكثر بكتير من اللعب بتلاتة مدافعين وشرحنا الاسباب في الفيديو من الاول بيفضل اللعب على الكرة التانية في اوقات كتير لان هي بتختصر له الزمن بيفضل دائما الاعتماد على مذاكرة المنافسين لان مذاكرة المنافسين من وجهة نظره تمنح فريقه الافضلية على مستوى الادراك اللاعب يبقى عارف منافسه ضعيف في ايه ومميز في ايه والجزء ده على سبيل المثال قلنا ان هو بيعمل ورقة فيها اللاعب برجله العكسية اللاعب اسف ايه هي رجله القوية وايه هي رجله الضعيفة عشان يرقص المدافعين المهاجمين يرقصوا المدافعين على قدم الضعيفة بتاعته دي مذاكرتنا عن مارسيل كولر هينجح ولا هيفشل لما قدرش اقولك مدرب سي في بتاعه كويس شخصيته هادية امكانياته في التواصل مع اللاعبين جيدة وبالتالي المفترض ان هو يكون مهيق للنجاح لكن جزء كبير من العملية بتاعت اعادة بناء الاهلي هي اعادة بناء الاهلي مش اعادة بناء المدير الفني للاهلي يعني اعادة بناء القائمة والحديث عن الصفقات هو الجزء التالي للفيديو واللايب بتاعنا الصفقات الاهلي اه وقفت فجأة او اخبارها يعني ويبدو ان الحديث بتاع محمد رضا بوبو فتح العين على اللي احنا كنا بنقوله قبل كده ان السوق المصري تغير وانك عشان تنجح بقيت محتاج تكون مختلف في التصرف بتاعك بمعنى ايه؟ بمعنى ان عايز اجيب لاعب وغالبا اللاعب ده هيكون في المراكز الاولى في الدوري علشان يلفت انتباهي هو غالبا في المراكز دول الاول التاني التالت الرابع وبالتالي انت كده محتاج تفاوض الزمالك ولا محتاج تفاوض بيرامدز ولا محتاج تفاوض فيوتشر لو انت الاهلي وعايز تاخد لاعب لا هتقدر تاخد واحد من هنا ولا من هنا ولا من هنا لان الفرق دي بقت عايزة نفس طيب هتروح تتفاوض مع اندية زي امبي وزي طلاق الجيش على اللاعبين بتوعهم اصبحوا اندية اغنية جدا وبالتالي وفاركوا كلها اندية اغنية اللعتي وبالتالي هيقول لك ماشي عايز اللعيب بتاعها خمس مليون ويكون لاعب لسه صغير جدا ما ابتداش رحلته يعني ما وصلش حتى للمراكز الاربع الاولى في الدوري فرقته فما عندوش ده طيب هروح اجيب لعيب اجنبي يا سيدي خلاص وبراميدز من جير ما يبقي معي توقيعه بمعنى ان انا عارف المواهب اللى الاندية الكبيرة ممكن تبص عليها بخلاف الاهل والزمالة عارف المواهب اللى PLAYING PIRAMIDZ عيزها والى��분 اللى중roc عيزها عارف المواهبadas وبالتالى قبل ما CSANYAMA يمضي معاى قبل ما طلعه الجيش يمضي معاى قبل ما فاركو يمضي معاى قبل annual BAPLEangers انا ماضيت معاى انا مضيت معاى واقعرته للناس دى هنا أنا سيطرت على السوق بطريقة أو بأخرى سيطرت على المواهب اللي طالعة في السوق فلما يندج ويتقلق سوق أبقى بعدها مع فيوتشر بالأعارة مع بيرامتز بالأعارة مع غيره هو ملكي فيبقى أنا استفدت ده على المستوى المحلي طب على المستوى الأجانب على المستوى الأجانب أنا محتاج أفتح عيني لأن أنا لازم أبقى فاهم أن الحياة عبارة عن شبكة كبيرة من العلاقات بين الكشفين في العالم في الوقت الحالي وبالتالي في مواهب في كل حتة في العالم وأنا عجبني التحرك بتاع أن الأهلي راح جام مهاجم برازيلي بيلعب في بوليفيا تحرك ذكي أتمنى أنه يكون صاحبه مذاكرة جيدة عن اللاعب لأن المذاكرة الجيدة عن اللاعب دي هي نص الحدوتة ولو أنت ذاكرت اللاعب كويس ده معناه أن أنت عندك قدرة على أنك تزود في حظوظ نجاحك لكن مع الانتباه تعالوا نتكلم عن برونو سافيو المهاجم المتوقع انتقاله للأهلي في الفترة المقبلة برونو سافيو بالمناسبة على فكرة قبل ما أقول برونو سافيو وهو كل العالم أدرك أن الانتقالات ستبقى صعبة جداً في الفترات الجاية فكله شغال بطريقة الكشفين النهاردة ريال مريد الذي كسبه بينيسيوس ورودريجو الاثنين دول لو عرضتهم للبيع النهاردة وعندهم كل واحد فيهم عنده 21 سنة أنت بتتكلم في أن كل واحد ممكن تمان ويعدي المئة مليون الاثنين جايين بأربعين مليون عين زكية قالت أن اللاعب ده كمان ثلاثة أربع سنين تمان وهيكون فوق المائة وخمسين مليون وهيكون واحد من أحسن لعيب العالم هاته يا جماعة وهو لعب صغير ستدفع فيه أكتر بكثير لو استنيته لحد ما ينجح العين اللي جابت ميسي وودته ميسية هي الحاجات اللي أصبحت بتصنع الفارغ في كورة القدم بين الأندية الأسكياء يوجهون الأموال لأن لو عملت مال لمال في حضرتك خسران من 100% لأن الأغنية أكتر منك بكثير نرجع لبخير نصابيو فيه ناس انتقدت الصفقة وقالت يا جماعة دوري بوليفي إيه اللي انتوا جايبين منه العيب ده دوري بطيء جدا ودوري ضعيف جدا ما تقوله ليش أنه جايب يجوان كتير وعمل أسستات كتير ملازم هقوله آه أنت بتتكلم صح بس انت بصيت على النجم المتقلق في كافارا المتقلق في نابولي مؤخرا جاي من جورجيا العين لقطت أن فيه موهبة جمدة جدا هناك فجابته فهل برونوسابيو موهبة جمدة جدا ده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك ما تسألش هو جاي منين وتقف عندها وخلاص وإلا ما كانش حد يعني معلش يعني ما هو أنت مش المفروض ان ريال ما فيجيو روح يجيب واحد من فلمينجو واحد من سانتوس اتنم الدور البرازيلي دور البرازيلي أو برشلوني روح يجيب نيمار مثلا من سانتوس ما الدور البرازيلي بعيد كل المعدة في السرعة وفي التكتكال أورنس عن الدور الاسباني لكن برغم ده لا احنا بنجيب لعيبة من هناك كويسة فالعين هي اللي بتفرق في الحالات دي وكافارا هو أبرز نموذة جاي من جورجيا وحاليا هو مكسر الدنيا وكان يعني عامل مطش عمره على نابولي مع نابولي على ليفر بول فيبقى ما تقولش هو جاي من أنهي دوري لا وبص على أن سرينو جاي منه نفس اللاعب لما راح سانتوس بس في نفس الوقت خبالك انت هنا لازم تحكم بقى عليه هو الدوري البوليفي فعلا بطيء هو رجل ده بيرقصه مسا حد دقيقة ولا واسعة فتعالنا نتفرج مثلا على الدوري البوليفي اتفرج على العدد من المباراة ليه بعد الفرج على عدد من المباراة الدوري البوليفي الفرق فيه أكثر هجوما من البطولات المحلية عندنا على سبيل المثال وبالتالي المساحات أوسحة يعني بتلاقي دايما كرونو وصافيو بيمسك الكورة وحواليه مجموعة من اللاعبة بس مساحات أوسعة بكثير من اللي انت متخيله في الدول المصري لما يروح يلعب قدام طاقة الجيش وفرقه ويلاقي الخطين اللي واقفين قدامه دول بسم الله ما شاء الله مفيش مساحات خالص فهو يعرف يرقص في الحتة اللي مفيش مساحات خالص ولا لا بيعرف بس بيبالغ أحيانا بيخسر الكورة كتير بسببها بس بيعرف بيسجل بكل الطرق كورته كويسة قوي في البساط يعني السلسة بتاعه في البس كويس كورات العرضية بيطلها كده مش بيطلها بقوة بيطلها بنوع من أنواع الدقة يعني عارفين انت الكورة الأطول الأبطأ بس دقيقة أكثر عشان كده أنا متخيله ممكن يحتاج لوقت بعض المباراة في الدوري إنما ممكن يكون مميز في عدد كبير من مباراة الدوري معرفش في أفريقيا هيكون عاملة إزاي لكن النقطة الخاصة بسرعته سرعته كويسة ودي حاجة بتفرق بس فيه نقطة بقى عايزكم تاخدوا بالكو منها اللعيب اللي بيجي من الدوري أبعد منك على مستوى الجغرافية غالبا بيكون محتاج مساعدة كبيرة ليستقر في مصر مبدئيا لأن الغربة بالنسبة له بتبقى صعبة شوية من أمريكا اللاتينية لمصر النقطة التانية إنه محتاج فبالتالي بالمناسبة في تشيلسي مثلا أو في كل أندية دلوقتي فيه ناس مخصصة أنها تحط اللعيبة للأجانب في بيئة حياة مناسبة يجيبونه الشقة يحجزوا الأولاد والمدارس يتابعوه كده بحيث أنه يعرف يستقر بشكل جيد النقطة التانية ودي الأهم إنك لازم تكون فاهم إنك جيبت العيب ب8 مليون ونص بس أنت بتراه إنزاي سيرين و8 وبكرة يبقى خمسة مليون وإنك جيبت العيب بمليون ونص لأن المليون ونص دلوقتي مايجيبولكش حاجة ومايجيبولكش العيب من الدولة المصرية حتى فأنت جاي بالعيب أنت شايفه هيبقى مفيد بس هو كمان أنت بتدور على المنجم بتاعك فكويس إنك تصرفت كده نقصك إنك تكون مذاكره كويس فأنت عارفه هيبوم بسرعة ولا لا لأن سيرينه على سبيل المثال فأول موسم لي إن لم تخني الزاكرة مسجل 3 جوان بس بعد كده 15 بعد كده أكتر يعني اتحسن مع السنين وأنا عارف أن الجمهور الأهلي المستني اللعيبة الأجاني بتيجي تطلع نار من بقها من أول ثانية بس هو الوضع اختلف فلازم نبقى فاهمين ده وأنا معرفش الإدارة لما تراجت عليه مقتنع أنه هيجي يمفجر من أول لحظة ولا هياخد وقت فيه احتمال ياخد وقت في بعض المباريات من وجهة نظر لأن المساحات في الدوري الكوليبي أوسع من في الدوري المصري ففي بعض المباريات اللي زي طلعها الجيش وفارقه ممكن تكون فيها غلاسة عليه شوية ويحتاج هو لشغل أكتر على نفسه عشان سرعيته في التصرف تكون أعلى وفقدانه للكورة يكون أقل وديه النقاط بس اللي أنا خد بالي منها وأنا بذاكر مذاكر أولية كده اللاعب وأنا نرجع مرة تانية الإزبوع الجاي نتكلم عنه بشكل أكبر هو مارشيل كولر بعد ما تكون توفرت لنا معلومات أكبر وأكبر عن طريق البحث ده اللي أنا كنت عايز أقوله فيما يخص الصفقات تحت الدوري المصري وضربنا المثل تحديدا ببرونو واتكلمنا عن الأهلي ومارشيل كولر وفي النص عرجنا أكده على ريال مدريد والإسلوب بتاع الإدارة بتاعته اللي وصلت له النهارده أنه هو مكمل مسيرته في الدوري بشكل أكتر من المنتاز ألقاكم على خير الأسبوع الجاي وتصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر